كوفو الأكبر كوفو الأكبر العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السامر اليوم نحن موجودون في هذا الهرم كوفو الأكبر بطول 9 متر وعرضه حوالي 2 متر و 10 سنتر وأحب أن أؤكد أننا مستمرين في العمل وفي البحث العلمي باستخدام التكنولوجيا والسليب العلمية المتطورة والآمنة تماما للكشف عن المزيد من أسرار الخضارة المصرية العريقة إحدى نقاط القوة التي تتميز بها مصر والآن أترك الحديث للدكتور مصطفى وزيري الأمين العام بصفة خاصة القاهرة الساحرة واحدة من أعظم مدى العالم لذا نجتمع اليوم من أمام هذا الصرح للإعلان عن نتائج مشروع استكشافات الأهرامات هذا المشروع البحثي الهام والذي استخدمت فيه التكنولوجيا العلمية المتطورة بالتعاون بين أكبر الجامعات الدولية من فرنسا وألمانيا وكندا واليابان مع متموعة من الخبراء المصريين من الجامعات المصرية والذين عملوا يد بيد مع زملائهم من الوزارة والمجلس الأعلى للآثار وتحت إشراف لجنة علمية واثرية دولية برئاسة الدكتور زي حواس إن هذا المشروع البحثي الهام بدأ عام 2015 أثناء تولي الأستاذ الدكتور ممضوحة ضماطي مسؤولية حقيبة وزارة الأثار بحية حضرتك واستمر العمل فيه عند تولي الأستاذ الدكتور خالد العلاني مسؤولية الوزارة في عام 2016 ثم مسؤولية حقيبة وزارة السياحة والأثار بعد دمجهما في عام 2019 بحية حضرتك حيث قام بتشكيل هذه لجنة العلمية الدولية من خبراء متخصصين في علوم الأثار والأهرامات برئاسة الدكتور زي حواس تحياتي لحضرتك وعضوات كل من الدكتور مارك لينر من الولايات المتحدة الأمريكية والدكتور ميرسلاف بارتا قائمة التراث باليونسكو فهذا المكان الساحر الذي جاذب أنظار العلم إلى مصر على مدار آلاف السنين ولا يزال ما حتى أنظاره حتى أصبح عنصرا مميزا وأساسيا للصورة الذهنية عند الحديث عن مصر أو عن السياحة فيها فهرمت الجيزة من أهم وأبرز آثار العالم وزياراتها كانت ولا تظل حلم مئات الملايين حول العالم إن مصر قد حباه الله بمقاومات سياحية هائلة وآثار فريدة ومتنوعة تركها لنا أجدادنا التي ميزت مصر عن سائر دول العالم وانتهز هذه الفرصة للإشارة إلى حرص الدولة المصرية ووضع السياح والآثار على الاهتمام بالآثار مصر بمختلف عصورها التاريخية والحفاظ على تراثنا الحضار الكبير ودراسته والكشف عن أسراره والمشروع الذي نحن بصدده اليوم بصدد الإعلان عنه اليوم هو في نظر السبب الذي يجعل القاهرة الكبرى مكانا ذا خصوصية شديدة لكل مثقف في العالم ما فيه شك الحياة من القاهرة الكبرى مكانا ذا خصوصية شديدة لكل مثقف حول العالم ترجمة نانسي قنقر موسيقى